مجلس الأعمال البحرين السعودي مجلس الأعمال البحرين السعودي مجلس الأعمال البحرين السعودي يضع لبنة جديدة في بناء التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وتأكد ذلك من خلال مخرجات الاجتماعات العديدة بين أعضاء المجلس المشترك ولعل أخيرها خلال اجتماعه الخامس في المنامة حيث تبلورت عدد من الأفكار المحورية التي ترسم خارطة عمل التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة بين البلدين سعيا لتحقيق التكامل إذ جاء أعلان الجانب السعودي عن تخصيص صندوق لاستثمار في مملكة البحرين يستهدف استثمار نحو خمسة مليارات دولار ليكون متاحا أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص البحريني السعودي كما يسعى الجانبان إلى وضع منصات مشتركة في مملكة البحرين تهدف إلى طرح فرص استثمارية مدروسة وذات جد واقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين إلى جانب تخصيص بوابة للمستثمرين البحرينيين لتفعيل التكامل السياحي بين البلدين فرص كبيرة يتيحها مجلس الأعمال البحريني السعودي لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة كل البلدين الشقيقين في مجالات الاستثمار إذ جاء التوافق على تشكيل فريق عمل للمتابعة مع الهيئة العامة لجسر الملك فهد فيما يخص متابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد إضافة إلى متابعة المواضيع الخاصة بالاستثمارات والمشاريع العقارية لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتتبلور أهمية مجلس الأعمال المشترك في الارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث أشارت الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2022 ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دولار وأن صادرات البحرين إلى المملكة العربية السعودية بلغت حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي بلغت حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر